وكل سنة وحضراتكم بخير ودايما يا رب أفرحنا وأعيادنا وحدة ودايما الفن هو يعني لغة كلها فرح وبهجة ووجود حفلات في كل المحافظات ده شيء مهم جدا العدالة الثقافية حاجة مهمة بتفرق جدا الأجيال اللي بتتربى وبتشوف الدولة مهتمة بيها وبتشوف الفن يوصل لروحها وتستمتع بيه طول الوقت ده بيفرق كتير ومتهيئة اللي احنا شفنا الفترة اللي فاتت لما كان بيبقى فيه حفلات في المحافظات يمكن كانت مشاهد أنا مش ناسيها معين الحفلة عدة عليها يعني حب حلوين مشاهد أهلين هموا وقفين في الشبابيك اللي مش حضرين الحفلة ما جابوش ترسكرة وحضروا حفلة لكنوا وقفين في الشبابيك حوالين البيوت اللي فيها الأماكن اللي مقام فيها الحفلة ده حكيتهم من هنا لحد هنا وفي منتهى السعادة الحقيقة بالجو الحلو والروح اللي بتخلقها الموسيقى والفن المصري هو أعظم فن في المنطقة والفنانين المصريين هم سفراء الفن في كل مكان فمن حق المصريين يستمتعوا بدأ واللي بيحصل من حفلات برعاية شركة المتحدة للخدمات الإعلامية يعني شيء قوي جداً حيلف المحافظات في أعياد الربيع وشام النسيم كل سنة وحضراتكم طيبين علشان نؤكد الريادة الفنية وعلشان تصل العدالة الثقافية والفنية في كل حتة في مصر وده حق الناس كلها الحفلات حيكون فيها بقى كبيرة من ألمع النجوم إن شاء الله تستمتعوا بيها بشكل كبير وعلى يعني مدى السنوات اللي فاتت شفنا الكثير من الحفلات والمشروعات والمبادرات اللي بتعملها الشركة المتحدة الحقيقة مستمرة في إطلاق كل هذه المبادرات اللي بتدعم الفن المصري وبتؤكد الريادة الفنية المصرية وزي ما بقول لك وأنا بالنسبة لي أشوف أنه هنا الأهم هو مسألة تحقيق العدالة الثقافية وتأثير ده على كل الأجيال اللي بتشوف وإحنا حنشوف حفلات في كل المحافظات وده مهم وإدخال البهجة كده والسعادة في الأعياد بحفلات النجوم دول أعتقد هيفرق كتير مع كل الناس الحفلات هيكون ليها تذاكر هتطرح على موقع تسكرتي وموعدها هتكون موجودة على الموقع الإلكتروني لكل الجماهير اللي تحب تشارك وتروح وتستمتع بالحفلات